النهاردة مارسل كولر عجبني جدا جدا في طريقة خروج النادي الاهلي بالكورة واللي مارسل كولر عمله هو كان ليه سبب من أسباب الهدف الأول اللي جل للنادي الاهلي هو راجل كان عارف ومتوقع بشكل كويس قوي ان العين هيدغط عليه من نص الملعب في عمل تريكا حلوة جدا بنزول الاتنين من وينجات يسحبوا معاهم الاتنين بكات ويلعب الكورة في ظهرهم كلنا قبل ما اتشألنا لا ده بس في المرتدات الاهلي لعب الكورة هو حتى والكورة مش مرتدة هو ازاي كان بيسحبهم ويلعب الكورة في ظهرهم تعال نشوف من أول دقيقة في المباراة النادي الاهلي لما كان نادي العين بيحاول يضغط على النادي الاهلي الكريم حاوزك تبص على النادي الاهلي لما يجي يخرج بالكورة دي في الديئة الستة نشوف الفريم اللي بعده على طول النادي الاهلي هنا هيحاول يخرج بالكورة عاوزك تبص على حسين الشاحات والراجل الباك اللي معاه. بندر احبابي. بالزبط يا بندر لاحبابي. بص حسين نرجع فريم قبله. نرجع فريم قبله. او حسين طبعا عمل هنا تمويه كبير جدا. انه بص هنا. طبعا هو على فكرة العين كان واقف كويس وواقف كومباكت وما عندوش اي مشكلة. وبيلعب اربعة واحد اربعة واحد. ومقفل صح بس امكانيات لعبت الاقلي بالتاكتك. سهدته مارس الكولر هي اللي كانت الفكرة. هنا حسين عمل نفسه ان هو هينزل يستلم من رامي ربيع. الراجل ام طلع معاه. اول ما الراجل يطلع معاه ام حسين عمل بفنت وتحرك في ظهره. اتلعبت الكرة الاولى من رامي ربيع في ظهر بندر الاحبابي. اللي هو الباك رايد بتاع اه النادي العين. وقامت الكرة وصلت له حسين الشاحات. ودي كانت اول فرصة خطرة لنادي لحسين هيستلم. هيخش جوه عمق الملعب. عاوزك تبص على الكرة دي يا كريم. الكرة دي كانت خطرة جدا جدا. لما طلع حسين ونقل اللعب الدابل بوست مبين وما بين وسامة ابو علي. هي دي الكرة الاولانية. اخطر كرة تريبا في اول عشر دي في المباراة الدابل بوست. الاهلي طلع ازاي تلعب الطريقة دي. طب تعال نشوف الكرة اللي بعدها. وهزبط لك الكلام ده بمارس الكول. نفس الكلام. نقف هنا بقى. بص طاهر اخر واحد وقف عند الخط عندنا تحتنا. وقف معا مين؟ ايريك الراجل الباكليفت. اول مطار هيبدأ ينزل شوية. نشوف الفريم اللي بعده. اول مطار هيبا ينزل. ايريك برضو معاه. الكرة هتتلعب طويلة في ضهر مين يا كريم. في ضهر ايريك لمين? لوسامة ابو علي. مساعتها ضغط لعيبة نادي العين على وسامة ابو علي. والكرة اتقطعت. دي برضو كانت في الديئة عشر ونص. تعالى نشوف الصورة اللي بعدها عشان نأكد على اللي بيحصل. نفس الكلام هنا. طاهر نازل معا مين يا كريم. نازل معا ايريك. نكمل الفريم اللي بعده. اول ما اكرم هيطلع بالكرة. هيزق اكرم بالكرة. عاوزك تبص. نزل له مين? طاهر. طاهر ساحب معا مين? الباك ليفت اللي هو ايريك. هيعمل الدابل باس ما بينه وما بين طاهر. علشان شوف المساحة اللي في ضهر الباك. اللي هو اول ما طلع مع اكرم. بص يا كريم المساحة الكبيرة جدا جدا. اللي طاهر خد فيها الكرة. ولكن الرجل دخل عمل تاكلين. اذا اللي عاوز اطلع بالكرة بالطريقة دي. تعالى بقى نشوف كورت الجون. مارس الكولر ده قوت. مارس الكولر بينادي على حد. بيقول له ارجع شوية. حتى بص الفريم اللي بعده يقول له ارجع شوية. نشوف بقى كمان ايه بقى اللي حصل. هو بينادي على طاهر في القوت. يا عم طاهر انزل خد الرجل اللي اسمه ايريك معاك. عشان نفضل مساحة المين يا كريم. هنا بص ادي طاهر. بص طاهر بقى قول ما خد باله. هتلاقي طاهر مرة واحدة رفليكس اكشن او رد فعله. انه هيبدأ ينزل شوية. نكمل بص. طاهر هيبدأ ينزل حتى بص طاهر بيشاور بيده. بيقوله العبها اللي وراه. العبها لو سامة ابو عالي. اول ما طاهر هينزل هينزل معا ايريك. تعالى بقى نشوف اللي حصل. اول ما الاوت هيتلاقب. نكمل الاوت هنا هيتلاقب. من نادي هبص. بص بص هنا طاهر بيبص على مين. بيبص على وسامة. وسام بقى عمل حاجة حلوة اوي. وسام راح يستخبى ورا الراجل. عشان الكرة هيجي من وراه. نكمل بقى الكرة. اكرم لعب الكرة. لعب الكرة نزلت الكرة الاكرم. اكرم خد الكرة الوسطى الملعب. بعد كده هيحاول ان هو يطلع اعتقد ليه مروان عطية. اول ما طلع على المروان عطية. مين نزل في الفريمة كريم? وسام. وسامة ابو عالي نزل مع مين? الباك ليفت. المساحة اللي طضت وراه. العب يا عم الكرة المين? لوسامة ابو عالي. طلع الكرة لوسامة ابو عالي. وسامة ابو عالي نزل موه مع الرجل. خد فاول. الفاول تلعب بسرعة جدا جدا من لعبة الاهلي. ايه رجع الفريم اللي قبله? ايه رجع الفريم اللي قبله? مين فتح ايده? امام? امام اللي خد الكرة وايه? اللي خد الكرة وزق. نكمل بقى قدي الفاول. الفاول تلعب بسرعة. كرة تلعبت لامام. خش يا امام. خد الكرة وزق. الاولى التانية امام عدى بكل اللعيبة وسام أبو علي محدش واخد باله منه وخالص لغاية لما حصلت الضغطة بتاعته سام أبو علي وجيه هدف. اذا الاهلي كان بيطلع بالكرة باسلوب منظم واسلوب نمطي. الراجل عارف كويس اوه بيعمل ايه? فبصراحة كتعجباني جدا وتحية لمرس الكورير. وكويس ان هو المخرج جاب لنا اللقطة دي عشان نأكد الفكرة. معلم. شكرا كبير. معلم.